على خلفية محاولات داعش الإرهابي وبعد شن الهجمات في صحراء الأنبار عقدت العشائر المتصدية للتنظيم المتطرف مؤتمرا للتأكيد دعمها للقوات الأمنية ومساندتها للعمليات العسكرية التي تنفذها بمساندة الحجد العشائري لدك ملاذاتهم في جميع المناطق لا يوجد خروقات بالمستوى اللي اليوم روج إلى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي طبعا قيادة عمليات الجزيرة مسيطرة والقوات الأمنية متواجدة طيران الجو رصل حركة تنظيمات داعش الإرهابي سيطروا على آليات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي الخروقات تحدث حتى في دول متطورة ربما محافظات أخرى لا يقتصر هذا الموضوع على محافظة الأنبار فقط ولكن اليوم الخطط والتكتيك اللي تتمتع بقيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار عالي مستوى نطمئن الجميع بين الأنبار والصحراء آمنة 100% عشار الأنبار المتصدية بشوخها وعشارها وشبابها مع الأمن مع الاستقرار نحن رحنوا الإشارة لأسيد قائد عمليات الأنبار نقول له نحن معكم نحن على أهبة الاستعداد أنت وما هو السيد قائد شرطة الأنبار ومن معك من القادة الأمنيون عشار الأنبار مستعدة ومتدربة على ومتمرسة على قتال تنظيمات داعش الإرهابي بل متعطشون لقتال الإرهاب إن احتاج الأمر هذه الصفحات من قبل الأجهزة الأمنية والمخابرات والأمن الوطني ودوائر الدولة وجدنا بأن كل هذه الصفحات هي ليست داخل الأنبار أو العراق إنما هي من خارج العراق تحاول ما بين الحين والآخر بث السم في محافظة الأنبار لأنهم يعلمون بأن محافظة الأنبار هي جمجمة العراق فيما يرى مواطنون إن العمليات الفردية التي نفذها من تبقى من فدول داعش الإرهابي في أماكن نائية لا تشكل خطرا على الأمن والاستقرار داخل الأنبار مؤكدين ثقتهم الكبيرة بالقطاعات الساهرة على أمن الوطني والمواطن العمليات التي يجعلها داعش تثير الخوف والرعب داخل المواطنين نحن عدنا الثقة بقواتنا العراقية أن داعش لا يعود مرة ثانية لكن هناك شهدات تروح الشهداء عدوا أم أهل وعدوا أمها تسأل عليهم نتمنى يحز علينا كمواطنين أن نخسر واحد عراقي من هذه التنظيمات متطرفة إرهابية نتمنى أن نحافظ على أرواح أبنانا من قواتنا العراقية وأن نحن نبادر بالهجوم على هذه التنظيمات الإرهابية وبحسب مراقبين إن بعد انتهاء وجود داعش الإرهابي في مدن الأنبار وهربهم إلى خارج المحافظة يحاول من تبقى منهم استغلال المناطق الصحراوية والحدودية لإثبات الوجود مرة أخرى لكن القوات الأمنية لهم بالمرصاد وستلاحق تلك المجامع الأرهابية من الرمادي نور الدين العبادي قناة التغيير